بركان ثلاثة صاروخ جديد وصفته صنعاء بالأهم في أسلحة الردع لمواجهة الحرب والحصار والغارات الجوية لمقاتلات التحالف المتحدث باسم وزارة الدفاع في صنعاء أشار إلى أن هذا الصاروخ نجح في ضرب هدف عسكري سعودي في منطقة الدمام وشدد على أنه صناعة يمنية المتحدث أشار إلى أن قواتهم تستطيع استهداف أي موقع في دول التحالف وفيما يتعلق باستهداف معسكر الجلائب عدن أشار إلى أن العملية جاءت بعد رصد الاستخبارات وتعاون من جهات لم يسمها في عدن نجحت القوى الصاروخية في تنفيذ عملية نوعية تمثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام خضع صاروخ بركان ثلاثة لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تيغاني لتجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو نجدد القول اليوم بأن الزمن الذي كان فيه العدوان يرتكب المجازر دون رد مناسب قد ول وزارة الدفاع في صنعاء أكدت أن قواتها نجحت خلال الفترة الماضية من تعزيز مواقعها في جبهات الحدود من خلال عملياتها الهجومية وأنها بعد خمس سنوات من الحرب باتت قادرة على فرض معادلات جديدة وصول صواريخ صنعاء إلى مناطق بعيدة في السعودية يعتبر تطور نوعي جديد يأكس قدرات عسكرية جديدة لنظام صنعاء وبالتالي سيكون هذا تطور نوعي يخرج توازن بين القوى بين الطرفين في الأيام القادمة وسيكون عامل مؤثر لتسوية أكثر من الضجان وتسوية تخرج لما نعتقد إلى مسارات سياسية أكثر ما هي عسكرية تطورة تأتي في ظل ما يعلن عن تواصل الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع وأهداف في السعودية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تمتلكها صنعاء بدأت تشكل وفق مراقبين مرحلة جديدة في مسار الأزمة ويظل السؤال المطروح هل بإمكانها أن تسرع من إيجاد حلول سياسية بخاصة بعد أن وصلت نيران الحرب إلى خارج حدود اليمن جمال الأشوال RT صنع